السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين زي ما حضراتكم شايفين معي النهاردة بقدم لكم لاتي حار أو كباتشينو مشاء الله شكله ولا أروع من كده بإذن الله جميل هيعجبكوا تابعوا معي الخطوات باستخدم واحد دريم ويب وهستخدم عليه خمسين جرام من الماء البارد وطبعا يا جماعة لازم يكون ماء بارد ما ينفعش يكون ماء دافئ أو كده على أساس تعطينا قوامل كريمة المزبوطة بالضبط طبعا أنا مش هحطها على دريم ويب أي سكر لأنه أصلا فيه السكر بتاعه وكمان فيه الحليب البودرة وكل مكوناته جاهزة في بعضها كده فإيه هيظل أخفق في المكونات لحد ما تصير ليه كريمة تقيلة زي بالضبط كريمة الحلويات مشاء الله طبعا إيه وصفة جميلة وسهلة جدا أي حد تقدروا تعملوها لو جايقوا ضيفة على استعجال كده تقدروا تعملوا الوصفة ولا أروع ولا تحتاجوا لكافي ولا محلات ولا أي حاجة حاجة كده من الآخر روعة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله زي ما أنتم شايفين كده معايا ما شاء الله الكريمة جاهزة آيات الحمد لله رب العالمين ووصلنا للقوام اللي احنا عايزينه خلاص مش بتنزل خلاص كده تمام وإن شاء الله بإذن الله بنحضر الحين دلوقتي رغوة الكابتشينو أنا بستخدم فيها ثلاث معالق من الأهوة المذابة سريعة الذوابان استخدمت في الأول صراحة ثلاث معالق فقط وعليهم نفس المقدار ماء بارد أو ماء دافئ أقصد تمام وهستخدم نفس الكيمية من السكر عليهم وهزود معلقة عسل صغيرة طبعا أنا بوريكوا الأول السكر ولكن أنا زودت بقى عليهم معلقة من العسل صغيرة كده بتديها مذاب جميل جدا ولكن أنا في الأول وأنا بأخفق آآ يعني أنا بقول لكم وبسرع بالخطوات اللي أنا عملتها معاكم آآ لقيت الكمية هتبقى مش مناسبة فزودت ضعفة الكمية يعني هتلاقوني فأنا بأخفق دلوقتي تمام وبعمل الرغوة بتاعتي هلاقيها يعني شفتها شوية لأني أنا هستخدم اتنين مج مج كبير وكده فأنا قلتها هزود الكمية شوية تمام على فكرة الطريقة اللي أنا بعملها معاكم دلوقتي يا جماعة دي الطريقة المشهورة حاليا أو الحديثة آآ مستحدثة دلوقتي في الكفيهات وكده بعملها معاكم إن شاء الله هي طريقة جديدة بس حلوة إن شاء الله ولا قوة إلا بالله في طرق طبعا كتيرة للطيل باء الحار وفيه أو الكاباتشينو ولكن ده الطريقة اللي أنا حبيت أعملها معاكم النهاردة اللي هي الطريقة اللي حاليا مشهورة وموجودة في الكفيهات ما شاء الله دلوقتي انا بوريكم الخطوات لما زودت او بضعف الكمية زي ما قلتلكم في الاول وطبعا فعلا الشكل والطعم كان جميل لو انت بردك عايز اقول بردك بعض الملاحظات لو انت حابة تقللي نسبة الكريمة تحط على قد ما انت حابة عادي ما فيش اي مشكلة في ناس انا واحدة من الناس بحب الكريمة بصراحة في الكابتشينو بيبقى جميل جدا وطعمه روعة بس في ناس ما بتحبش يعني سبحان الله دي اذواق في الاول والاخر فممكن تستكفي فقط برغوة الكابتشينو فقط مع الحليب وبتبقى بصراحة ولا اروع من كده جميلة جدا انا بوريكم دلوقتي وانا بعمل الرغوة عندي ان هي لسه ما وصلتش لي درجة بتاعتها الكافية فهحاول تاني اخفق فيها لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزها زي ما انتوا شايفين معايا كده انا ايه رجعت تاني اخفق بدرجة سرعة ايه المضرب ايه عالية والحين دلوقتي ما شاء الله الرغوة كده تمام جاهزة واكتملت ما شاء الله ولا قوة الا بالله ببدأ دلوقتي ان شاء الله معاكم بحط المكونات بتاعتي انا بحط تقريبا ربع الكباية او ربع المج كده حليب طبعا الحليب الدافئ عندي تمام لو انتوا حابين تشربوه بارد ولكن انا هعمله سخنة طبعا في فترة الشتاء باستخدامه دافئ دلوقتي وبعدين بحط بقى الرغوة بتاعتي على حسب رغبتك حبت زواد الرغوة زي ما انا بقولكو ان فيه ناس بتحب الرغوة تكون اكتر وفي ناس بتحب اقل فدية بتبقى على حسب الرغبة طبعا ولكن معروف ان الكل معظمنا بيحب الرغوة تبقى ايه كتيرة في الرغوة الكابتشينو او التي الحار تمام جميل جدا ما شاء الله ولا قوة الا بالله الطعم ولا اروع وكان جميل جدا خاصة الهوات اللي ايه نسق فيه الناس اللي بتحب بقى الكابتشينو ومغرمين به زي حالاتي كده ما شاء الله جميل ويرب ايه الوصفة تكون تعجبكم اللهم امين طبعا يا جماعة انا بفكركم دايما بالانتساب في قناة طبخة اسماء وتشجيع كل المنتسبين اللي في قناتي ناس محترمة احسبهم على الله خير وطبعا الاشتراك واللايك والشير في قناة طبخة اسماء وزي ما انتم شايفين معايا اللي انا بقلب في الكوباية كده او في المجرى عندي طبع انت لو انت مش حاب اتقلبي زي ما انا بعمل عادي ما فيش اي مشكلة ممكن هتحط طبقات الطبقة لحليب وبعدين الرغوة وبعدين الكريمة فوق ولكن انا كنت صراحة حبا لنا اقلب كل مكونات الحليب وكل مع بعض دلوقتي بعد ما قلبت مكوناتي انا هحط فوق طبقة الكريمة اللي انا كنت مجهزاها ما شاء الله شايفيني يعني هي يعني متماسكة وجميلة جدا بسم الله ما شاء الله ولا قوة تألا بالله طبعا في القفيهات يا جماعة بيحطها عشوائي وانا طبعا حبا انا استخدامها عشوائي يعني مش شرط اللي انا حطها بالقومة والكلام ده ولكن هي بتتحط بالطريقة العشوائية كده شايفين الجمال وكمان حطيت رشة كده ايه من القهوة المذابة تديها بقى نكسر اللون وهم مشهورين هنا في المنطقة عندنا بالطريقة ديت بصراحة حلو جدا طعم ولا اروع طبعا الكريمة ورغوة الكابتشينو ورغوة اللتي حلوة جدا جدا طبعا هتشربوه ازاي بقى بالشفاط هتستخدموه الشفاط او تشربوه كده بصراحة روعة بس طبعا في الحالة ديت احنا بنستخدم شفاطات كده ونحطها زي القفيهات بالضبط وتبقى جميلة جدا في المذاق طبعا كده كانت وصفتنا معاكم النهاردة ان شاء الله اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى دايما وصفتنا تعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته